وكان انتقلوه للفيسبوك بنصديرا هذا انتول الخيالتاك سلفني وجهك نديره بشماق سلفني وجهك نغسل به هاله كرشا بنصديرا اسمع وش تهدر على نظار اسمع يا نظار اسمع يا لطفي وش يهدر عليكم بنصديرا انا لا انافقك يا نظار انا كنت ولا زلت من دعاة المصالح الوطنية الحقيقية على مبدأ كما نكذب عليك لست لا من جماعة تاتبون ولا من جماعة تاشنقريحة ولا من اي جهة اقسم بالله على المصحف الشريف هو انني نتكلم بارادتي متى ما اريد ولا واحدى من العلية اسمع هذا اللي رأىه دخلته ربما حتى الدارك اسمع يا نظار الشعب الجزيلي اللي انزم يعلم الحقيقة هذه ضباط المؤسسة العسكرية في تلك الفترة فاسدين ضباط المؤسسة العسكرية في ذلك الفترة فاسدين هذا كان يهدر مع العلاء عبد الله انس وارك تعرف عبد الله انس سي نظار وهي الصورة انتعك مع ابن زديرة اسمع وش يهدر عليك فاسدين هذا يهدر مع عبد الله أنس لدينا ناس كما نتاع عندهم ثقافة الدولة وحبين بناء الدولة وقلتوا عمرنا من سندوا الانقلاب هذا الذي يقول لكم باللي ما هو المرة يكرره؟ باللي يرى هو كان مع الانقلاب وكان يعود يرجع يكون مع الانقلاب وكذا أسمعه لأنه بالنسبة لي لو كانت نقشت أنا وخالد نظار نقشت مع عبد الله أنس ها هو عبد الله أنس وياه في الفيديو هو اللي نصور روحه مني شانعه الحالي مش عبد الله أنس دع بكري عبد الله أنس عبد الله أنس تعده وكل يراه في لندن بسكو في لندن يخاف من المتابعات القضائية شيء عبد الله هذا اللي كان فيه في الجبال هذي كتاع أفغانستان ومع مع الشهم سعود ومع حكمة يارو وشرف الدين برهاني عبد الله أنس اللي يراه في بريطانيا تعال آله لأنه بكي ما نعرفوش أنا نقف مع عبد الله أنس يقف مع عبد الله أنس سمع الأقل واحد اللي خاف ربي وعنده فكر وعنده سلوب الحوار تستطيع الق誌 اسمعه سأسده انس سأسده خاد نظار جاء جاء غاد خاد نظار أنا عندما أقول الزعيم إن هذا موش بنزديرا اللي كنتوا تسمعوا فيه هذا decided to go on to Art ويوجهه واحد اخو كنتوا تسمعَ فيه برو موش لذي قلت خال smiling موش نظبط فرنسا تنبط ده انظبط دكاء السمعوا على خالب النظار الصحابي أسمعه البطن الذي أنقذ الجزائر خالد نزار خالد نزار قدس الله سره قبيل هو اللي غرق الجزائر ذكاء هو اللي أنقذ الجزائر قدس الله سره خالد نزار كيف عطيت له مصروفه كيف عطيت له مصروفه هو بالك رأى مستشار تعتوفيقه بالك يعلبك باللي ركما ترسم انت وتوفيق ركما ساكني مدام بعضكم بالك أنا نقولها المباشر قدس الله سره لو كان جاء في وقت الصعابة لو كره صحابي لماذا؟ لأنه أنقذ الجزائر من هؤلاء المتطرفين الإرهابيين القتلة سمعت سمعت خالد نزار خالد نزار لماذا نحن نعضر ها هو هذا اللي يرى يتحدى في الناس ويجيبه له ها هو بلسانه بلسانه ولكنه يجيك من واحد ما يستحيش ما عنده شعله وشيحش لابن الأصل هذا اللي يقول لكم الحادث تعرصه صلى الله عليه وسلم ما لازمش تكذبه ما لازمش تكذبه نجيبه لكم بتاع هذه ونختمه إن شاء الله بعد نشوفه كما تعليقات وعند أخرى برانا نعود أن نرجع لكم في وقت واحد آخر هذه بتاع بن سديرة لما يكون إمام يلبس القنضورة باش يخادع المقفلة رؤوسهم من بعض الإسلاميين ولما يكون بالكستيمة فطر هو عنده زجوجوه عنده وجه منه ووجه منه حايا شوف شوفوا بن سديرة لما يكون لبس القنضورة الإمام اللي يدير في الوعظ والإرشاد شوفتوه شوفوا ترى معنا شوية وفي بداية 1990 بدأ النشاط الفعلي للأحزاب السياسية المعتمدة تحضيراً للانتخابات المحلية التعددية الأولى في الجزائر منذ الاستقلال سمعتم يعني تجربة سياسية رائدة هذه تجربة سياسية رائدة سمعتو تعددية تجربة سياسية رائدة هذه لما يكون لبس قميس راوه ضرك كما تشوفوا فيه راوه في بريطانيا هذا العريان هذا المقمل هذا اللي اسمه القل الحرية في بريطانيا شوميني والوسمو تشوفه سيدي وقاعد يتقعر لها خلق ربي شوف الحركية السياسية التي ظهرت في بداية 1990 طبعا تحت ظل حكومة مولود حمروش تبعتها حركية في المجال الإعلامي والثقافي ظهرت بناء على دستور 89 سمعتم حركية سياسية نتعلم المتافيزيقية والخرطولوجية نتعلم مصطلحة نتعلم المراضية اللي يكونوا يشربوا في الدواوية والوسمو كيف هي تمام أسمعوا ذرك الوجه الحقيقي نتعلم أسمعوا 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 بعده في 1990 سيقوله في 2022 بعد 22 سنة هذا اللي بعث له بعث له تبون ومرسول عنده مبدأ هو كما قالها في 90 يقوله في 2022 عودوا وش قلت بن سديرة أنا في 1990 قلت لو كان نحكم في البلاد هذه 20 مليون نمحي الراسة تعدين والديهم الحلوب الحلوب هذا الكلام قلت أنا في 92 و و خلاص الدواء على باك و في 90 كي بدأت التعددية الإسلامية أنا قلت خلونا تعددية الإسلامية هذية تعدد الأحزب سيسي أنا كنت ضد تعددية 1990 قلت قصد مرباح الله يرحم قلت له ياسي مرباح قصد مرباح كان هو المستشار توفير وكان يهدر مع قصد مرباح أكثر هايو صح أنا داخلي في حياة الهيشر هذا مش تعددية الهيشر هو الشعب سمعت هو ما يقول تعددية الرائدة والدستور 89 هذا إنسان عنده العقل هذا إنسان عنده العقل إنسان منافق كذاب محتل نصاب واضح باللي يراه مرتزق الناس يعطي له فضرهم وهو يحرشوه عليه يلا هذا كو أنا لماذا لأنه لم أتجب لم أتجب لنسيت لن أتجب لما نتكلم بالأدلة ليس بالتبلعيط لذلك النهار هدرت لكم على ولكم الذي لدي صورة والصورة هذه لم أتجب لأنه لم أكن حاضرة معي الآن أنا تفكرتها ها هذا كون هاو عبد العلي بالعزوك هاو عبد العلي بالعزوك صاحب البذلة البيضاء شفتوه هاو أحمد طلب الإبراهيمي وهاو المتحدث هاو إبراهيم يونسي هاو عبد العلي بالعزوك سمعتوه ها هذه الصورة مع عبد العلي بالعزوك شفت هاو عبد العلي بالعزوك تضع في روحك في واحد في واحد زيد زيد تقول له هذا تقول عليه مختل العقلي وهذا وشي هو تعرفو هذا شكون هذا المفترض هو أنه كان هو الرئيس في 99 بل حتى في البداية 90 وكان شكل الانتخابات كانت عنده علاقة مع قيادة الجبه الإسلامية للإنقاذ في الوقت هذا كان يكون رئيس عادي جدا هذا يمشي مع واحد مختل العقلي هذا صحوبي هذا واحد من الناس اللي كانوا يشتغلوا مع بن بلا وهذا عبد العالي كان القائد هو محمد العماري أنت وشكنت قنسيت سيارك كنت المستشار المستشار بتاع التوفيق والبرادر رواتن تعول التوفيق حقه لما يروح للدوش لازم يشورك التوفيق واللجمان تاع المخابرة شفتوا مع مراكم تخدموا شفتوا مع مراكم تخدموا رأنا الآن في 2023 وعلى مقدومة من 2024 الكذب تبلعية راح وقته وقت الصح وقت المنطق وقت العقل وقت الخطاب العقلاني وقت الحجة وقت الدليل تلفزة لا تستطيع تفوت لك هذه الأشياء شوف ددك الصورة هذه أعتقد سنة 2002 لما كان هذا الذي يتهم فيه بالمختل العقلي نزيدون بينك قل نزيدون بينك هذا ما كون حقه شكون انت أخيالك هذا شكون هذا الذي نهار كم قل خباز لندن